لكن خلال الرسالة بيتكلم فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أو بآخر صاحب يتكلم أن يطلبوا صلاة من أجله لأنه هو سفير في سلاسل كتب هذه الرسالة من سجن روما وكتبها بعد عشر سنين من زيارته إلى هذا المكان يعني بالتحديد سنة 62 ميلادي كلمة طبعا أسير لربما في أيامنا بتظهر كلمة سلبية فالسجين عادة هو اللي ارتكب خطأ معين أو جريمة معينة ضد حق إنسان أو شخص أو شعب لكن في أيام الرسول بولوس في أي مكان كان بيروح إليه كان بيصفي بالسجن في مرة كان بيخدم في فليبي سجن في فليبي وأيضا تقليديا يقال إنه في سجن التلة اللي أمامي مش بعيدة عني كانت قلعة للجيش الروماني ويقال إنه أيضا بولوس انسجن أو كان موجود في هذا السجن أيضا وبولوس كان مسجون في قصاريا على البحر الأبيض المتوسط لمدة سنتين ورفع دعواء لقيصر وكان موجود في السجن هذا السجن الأول اللي كتب فيه هذه الرسائل فإذن بيتكلم عن نفسه كأسير يعني كأنه بناجي كأنه بيطلب كأنه بقول أنا بسبب ما حبتي وصلت إلى هذا الوضع لأنه دفعت ثمن من أجل الكنيسة فأنا بطلب مش لأنه كمان عند السلطة الرسلية لكن أطلب كأسير كأسير لأنه دفعت هذا الثمن بسبب الخدمة وبيختتم هذه الكلمات صلاة من أجله أنه سفير لكن في سلاسل عادة السفير هو الذي يذهب إلى موطن آخر ليمثل بلده ويمثل شعبه عادة السفير بيكون في بلد آخر يعني التعبير عن الدول هو الوجه والمرأة أمام هذا الشعب لدولته أو لشعبه فالرسول بولوس كان سفير وكان مبشر وكان خادم وكان معلم وكان صانع المعجزات فهو كسفير استطاع أن يعكس رسالة السماء رسالة السمويات لشعب أفيسوس في هذه المنطقة ليس فقط كرسول ولكن أيضا كسفير وكأسير أيضا اشتركوا في القناة